تواصل الإخبارية رصد الجهود الحكومية والأمنية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا نذهب للميدان لنرى مباشرة ما مدى التزام بالتعليمات وكذلك الجهود المبدولة من مختلف الجهات معنا من الرياض الزميل عبدالإله العسكر ومن المدينة المنورة الزميل والرفيق أهلا بكم أبدأ معك عبدالإله أين تتواجد تحديدا كيف ترصد لنا الجهود حيث أنت تحية طيبة زميلي حسن والأستاذ المشاهدين من مركز الإسناد بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالي حانا نتحدث عن قطاع حيوي جدا طبعا في هذا المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة للتأكد وأيضا ضمانة استمرار الأعمال وأن لا يكون هناك أي تأثر برصد طبعا بداية أي مشكلة وبالتالي حلها حتى لا يكون هناك أي تأثر إذا ما تحدثنا أنه طبعا المؤسسة العامة لتحلية المياه هي المعنية بتحلية وأيضا إيصال المياه لمختلف مدن أو غالبية مدن ومحافظات المملكة طبعا تشاهدون في هذا المركز الجهزية العالية من خلال وجود الفنيين وأيضا من خلال الشاشات التي ترصد الكم والكيف بالنسبة لإمدادات المياه المحلات لغالبية طبعا مدن ومحافظات المملكة للحديث بشكل أوسع حول طبعا الأدوار وأيضا الجهود في هذا المركز ينضم معنا هنا المهندس راشد الأسمري وهو مدير عام شؤون الإنتاج بمؤسسة العامة لتحلية المياه مهندس حياة كالله في البداية نريد أن نتعرف على دور المؤسسة خصوصا العمل سيكون أكبر في ظل جائحة كورونا بسم الله الرحمن الرحيم بداية قطاع المياه يحظى بدعم واهتمام الدولة يدها الله وتحديدا هنا المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعنى بإنتاج واناقل المياه المحلات للمدن ومحافظات المستفيدة في المملكة تعتبر المؤسسة أكبر منتج للمياه المحلات في العالم يبلغ الإنتاج 5.600.000 متر مكعب يوميا من خلال 32 محطة موزعة على الساحلين الشرقي والغربي يتم نقل هذه الكميات عبر منظومة نقل المياه 6 أنظمة نقل المياه رئيسية بمجموعة أطوال يبلغ 7.700 كيلو متر طبعا المؤسسة منذ بدء أزمة جائحة كورونا عملت على شقين مع هذه الأزمة الشق الأول احترازي وقائي من خلال تفعيل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل الشق الثاني تفعيل خطة استمرارية الأعمال في المؤسسة لضمان استمرار منظومة إنتاج ونقل المياه شهر من الإجراءات وخصوصا نتحدث في مركز الإسناد المركز المعني بالمتابعة وأيضا حل المشكلات أنه وجدت ما مدى طبعا ضمانة جودة الإنتاج اللي ممكن أن تنقل الآن لأستاذ المشاهدين فيما يتعلق بطبعا الكم للمياه المحلات وأيضا بطرق الأمداد بعد تجربة نتحدث عن شهر كامل من الإجراءات الاحترازية في جائحة كورونا ولله الحمد نحن حاليا في مركز الإسناد بالمؤسسة بمركز الرئيسي هذا المركز تم تدشينه منتصف عام 1439 مرتبط هذا المركز بجميع محطات الإنتاج ونظمة النقل في الساحلين النقل البيانات التشغيلية والإنتاجية بشكل مباشر ولحظي إلى المركز يعمل المركز على مدار الساعة من خلال كوادر وطنية مدربة ومتخصصة لمراقبة الأداء لمنظومة الإنتاج والنقل ومتابعة الإنتاج وتخطيطه مع الجهات المستفيدة طبعا مركز الإسناد أسند إليه مؤخرا التنسيق في حالات الطوارئ والأزمات مثل أزمة كورونا حاليا لإدارة منظومة إنتاج ونقل المياه وضمان إيصال المياه للمستفيدين منذ بدء الأزمة ولله الحمد إمدادات المياه مستمرة في أوضاعها الطبيعية ولله الحمد الجهود في جميع المواقع مكثفة ولله الحمد جميع الأوضاع مطمئنة بإذن الله لاستقرار المياه المؤسسات توفر ما يقارب 70% من إمدادات المياه في المملكة وهذا إنتاج بإذن الله موثوق وآمن لإيصال الجميع المستفيدين شكرا جزيلا لك المهندس راشد الأسمر وأنت مدير شؤون الإنتاج بالمؤسسة العامة لتحلية المياه طبعا زميلي حسن هذا كل ما لدي من هذا الموقع في هذا القطاع الحيوي والمهم جدا إذا ما تحدثنا عن تحلية المياه وإيصالها لغالبية مدن ومحافظات المملكة إبقى معي الزميل عبدالإله العسكر أنتقل للمدينة المنورة والزميل والرفيق يعني كيف ترصد لنا الإجراءات المتخذة في المدينة المنورة كيف ترصد لنا كذلك الالتزام من قبل المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة أهلا حسن وأهلا بأسفاد المشاهدين في هذه النشرة طبعا نحن نتواجد الآن في شرق المدينة وتحديدا في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود أو ما يعرف بالدائري الثاني هذا الدائري والذي يربط جميع أحياء المدينة المنورة ببعضها البعض ونقف تحديدا في أحد نقاط التفتيش وكما تلاحظ هناك تطقيق وتشديد أمني على جميع التصاريح يجب أن تكون إلكترونية ويجب السيارات أن تكون مرخصة من جانب آخر اليوم في المدينة المنورة ولله الحمد حطلت أمطار على المدينة المنورة ومنطقة المدينة المنورة بعض المحافظات والضواحي ويتوقع بإذن الله تعالى هطول أمطار رعدية ورياح بإذن الله تعالى طوال هذا اليوم فيما كانت درجة الحرارة العظمى 34 درجة مؤوية والصغرى 20 درجة مؤوية نسبة الرصوبة 70 في المئة من جانب آخر لا تزال أمارت منطقة المدينة المنورة وجمعية تكافل تتلقى الطلبات ضمن مبادرة فاطوركم علينا هذه المبادرة والتي تم التوجيه بإيصال السلال الغذائية إلى جميع المحتاجين في المدينة المنورة من جانب آخر أمانة المدينة المنورة قامت باستهلاك أكثر من 18 ألف لتر من المعقمات وذلك لتعقيم الطرق الرئيسية وأماكن تواجد الناس في المدينة المنورة ولا زالت الإجراءات الاحترازية لكافة الجهادات العلاقة في جميع الأحياء والمناطق الرئيسية في المدينة المنورة أخيرا ونحن مقبلين على شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك قامت قناة السنة النبوية بإكمال كاملة الاستعدادات اللازمة بالتنصيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي شريف لنقل الصلوات كاملة عبر قناة السنة النبوية وبإذن الله يكون نقل مميز خلال الأيام القادمة كما هو معتاد هذا كل ما لدينا وهذه آخر المستجدات لدينا أخي حسن في المدينة المنورة وإلا ماذا عن سير المركبات في الشوارع خاصة في الأوقات منع التجول هل هناك التزام كامل بالتعليمات هل هناك كذلك مخالفات طبيعة هذه المخالفات ونسبتها نعم حسب ما وردنا من الجهات المختصة هناك تحرير لعدد كبير من المخالفات في أوقات مختلفة حقيقة هناك تشديد كامل في نقاط التفتيش المنتشرة في جميع الأحياء والطرق الرئيسية في المدينة المنورة طبعا تختلف دروة الحركة الضئيلة في فترة النهار لقضاء بعض المصرح لهم بعض الاحتياجات الخاصة أيضا عملية التطبيقات لا زالت تعمل في المدينة المنورة لكن هناك تشديد في كل النقاط ممكن نتواجد والآن الكاميرا أخي معتز نحن نتواجد الآن في هذه النقطة ولكن هناك تشديد كامل في هذه النقطة الحيوية على التصاريح ممن يثبت بأنه ليس لديها تصريح يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه فورا طيب وائل كذلك ماذا عن الفرقة التطوعية العمل التطوعي في المدينة المنورة خصوصا في هذه الأيام وازدهار هذا القطاع خاصة في كافة مدن المملكة استجابة للأمر السامي الكريم بعمل الجمعيات التطوعية أطلقت أمارة المدينة المنورة مبادرة خير المدينة هذه المبادرة والتي هي تحت مظلة أمارة منطقة المدينة المنورة وتحظى بمتابعة ورعاية دائمة من صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة طبعا أمارة المدينة تشرف على جميع الجمعيات الخيرية في المدينة المنورة وتزيد عددها عن ثمانين جمعية تم تسجيل خلال الأيام الماضية أكثر من ثلاثين ألف طلب تم توزيع عليهم السلال في جميع الأحياء في المدينة المنورة الأحياء المحظورة وأيضا الأحياء الأخرى الزميل لواء الرفيق من المدينة المنورة شكرا جزيلا لك أشكر كذلك الزميل عبد الإله العسكر من الرياض شكرا لكم